أسعد الله وأوقاتكم متابعيني الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا بعتذر أنا عن تقليلي إلى مدة التوقعات وهذا بسبب وضع صحي سيء جدا يعني بمر في أنا الفترة هاي إن شاء الله ابتداء من الحلقة الجاي رح أحاول أني أرجع أشرح لكم بيوت وأطول الحلقة أرجو من الإخوة الأحبة المتابعين أنهم يعذروني ويسامحوني طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الجمعة 12 أذار القمر موجود في منزلة المقدم وهي المنزلة حكينا للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يمكث حتى ساعة 48 دقيقة بعد بث الحلقة بتوقيت جرينيش طبعا يعني بتوقيت الأردن الساعة 10 و44 دقيقة مساء من مساء يوم الخميس إنه هو الليلة بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة المؤخر يعني أغلب اليوم رح يكون في منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإتلاف والتفريغ والضرر طبعا القمر بما أنه موجود بالحوت واستقر بالحوت فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار أو قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن عين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين ياب يتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو بسبب الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عندنا زاوية وحيدة اليوم هي زاوية تزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين أورانوس وهي راح تكون في تمام الساعة خمسة وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للقمر بما أنه موجود في الحوت فخلو المسار القادم بيكون يوم السبت 13 ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة 34 و37 دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و43 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحمل بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر انحسار الهلال خلص تقريبا أو شك على أنه يختفي يعني يصير يختفي الهلال عشان بداية القمر الجديد اليوم القمر 28 في الساعة 45 و49 دقيقة صباحا بصير 29 يوم نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20 ثلاثة مزاجها سعيد بنسبة 30% القمر في الحوت حتى يوم 13 ثلاثة سعيد بنسبة 30% عطارد في الدلو حتى يوم 15 ثلاثة سعيد بنسبة 60% الزهرة في الحوت حتى يوم 25 ثلاثة منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانس في الثور حتى يوم 28 ثلاثة منتحس بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم طبعا بسبب تواجد القمر في بيت المتاعب اللي هو الحوت ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة أنتوا في هاي الفترة طبعا بيأضعفوا أقل أيام شهر حظ فأهم شيء أنكوا ما تراهنوا على الحضوظ أبدا وما تحسنوا أمر خلال هذا اليوم ما تتخذوا قرارات بتميل للهدوء والبعد عن الصخب تتوقع أنه يكون في نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو شيء له علاقة بالخسارة طبعا هو يوم وبعدين القمر بصير يعني عندكم أرجي الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم حاول أنك إذا عندك طلب مساعدة اليوم تطلبه يعني أطلب المساعدة وما تتردد برضو بتقديم المساعدة لأشخاص بطلبوها منك في نوع من أنواع التحالف رح يكون مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد أخرج للقاء الناس برج الجوزاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل طبعا اليوم هذا مناسب للي بيبحث عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع صعوبة برج السرطان يوم مناسب لكل ما هو بعيد يعني خارج البلاد كاتصالات سفر تنقلات مراسلات طبعا اليوم برضو بترغبوا بالتفاهم مع أحبائكم أهمش إنك ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات الأضواء بتكون مسلطة عليك حاول إنك تكون جاهز لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جدا برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكي أو تعويب ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية حاذر إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن اليوم تعالج أمور مالية أو إرثية أو بتنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم إش إنك ما تتذمر برج العذراء تتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم طبعا اليوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة هاي الفترة يعني شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية أو مراجعات قانونية بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر المشاكل على أنواعها من أصعب أيام الشهر لأن القمر طبعا مقابلك تماما فعشان هيك بتشعر بنوع الصعوبة أو الضغط برج الميزان فيبدأ العمل بتراكم لديكم أهم إش إنكم تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم طبعا اليوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم إش إنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وأطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا حاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب تجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني أدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلك حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن تطلق مشروع أو مشاريع جديدة وتتلقى إجابة أو إشارة مهمة ابتسم الحظ بكون لجانبك بالفترة هي برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لطف من الأجواء تفادي الأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد معين عائلي بشجعك القمر على تكرار المحاولات بترتفع نسبة الحضوض بشكل كبير يعني طيلة اليوم برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات واليوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار وهاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب برج الدلو ممكن اليوم تحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك ماليا تستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر هاي الفترة مصاريف غير متوقعة برج الحوت طبعا اليوم بتبدأوا فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتعززوا اليوم معنوياتكم من جديد وبتتحمس للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات تنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورش جديدة وتعتبر هاي من أفضل أيام الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء